اشتركوا في القناة اتمنى ان ما يكونش كلامي ساب اثر عند المحترم الناقض ارياضي الكبير واخوية الكبير والمتحدث الرسمي لنادي الزمايك الاستاذ عصام سالم استاذ عصام سالم يبقى بالنسبة لي استاذ كبير جدا في عالم الصحافة العربية والصحافة المصرية وسيظل له كل التقدير بالنسبة لي على المستوى الانساني وعلى المستوى المهني ولعل المنع خير طبعا احنا هنا اتفقنا على ان برنامج في الجولة وبرنامج كل الاندية المصرية وكل الرياضة المصرية حتى الدرجة التانية والدور الممتاز بيه كل الاندية ومراكز الشباب كمان ما عندناش مشكلة مع حد ولا مع شخص ولا مع جهة ولا مع اي عد فطبعا احنا كنا اتفقنا انا وزميلي كريم ابو حسين قبل بداية الحلقة النهاردة ان احنا نطمن على نادي الزمالك مع الاستاذ عصام سالم وتحدثت انا شخصيا مع هاتفين واتفقنا على عمل مداخلة علشان نطمن الجمهور ونعرف الاخبار ايه بصفة عامة والرجل يعني عايز يبرك لنا على البرنامج الجديد ولكن واضح ان يمكن يكون هو مشغول او الرجل يعني فيه يعني ربنا يا ربي لعلمانا خير ان هو رجل يعني ما عملش معنا المداخلة منذ لحظات يعني بيحاولوا يتصلوا به ولكن يبدو ان هو فيه مشكلة في عدم التواصل مع الاستاذ عصام سالم الناقض ارياضي الكبير وان شاء الله يثبت انه مفيش اي حاجة ويبقى موجود معنا النهاردة بكرة بعض ومش مشكلة يعني احنا بنحترمه ده برنامجه وموجود في اي وقت من الاوات وبالنسبة لاخبار نادي الزمالك فاخبار نادي الزمالك اه طبعا المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك او الاعلامي لنادي الزمالك وهو النقضنا ارياضي الكبير الكبير والمحترم اللي استاذ عصام سالم بيقولها طبعا للبرامج الرياضية وبيقولها للمواقع وللصحافة المصرية واحنا برضو من فضل الله سبحانه وتعالى عندنا مصادرنا اللي ممكن نقولكم فيها اخبار كتيرة جدا واحيانا كتيرة جدا بيبقى الخبر مهم لدرجة ان احنا ممكن نقوله لكل جماهير نادي الزمالك لان دورنا هنا في البرنامج ان احنا مش بنهد اندية ولا احنا بنطلع عصر اندية ولا احنا ضد اشخاص في ادارات ولا كل الكلام ده احنا كلهم منا ان في نهاية الامر ان احنا بندي مادة اعلامية وخدمة للناس علشان الناس بتتفرج علينا وبيدوروا على احمد جمال مثلا في الحدث اليوم او في اي مكان وده شرف ما بعده شرف لنا كلنا فان شاء الله يبقى فيه تواصل ايام اللي جاية بكرا ان شاء الله النادي الاهلي عنده ماتش مهم جدا زي من قلت ان الزمالك بيقص شريط الافتتاح في مباراة المولدية وان ثلاث نقاط مهمين جدا لنادي الزمالك في ماتش المولدية بكرا الاهلي عنده ماتش مهم جدا مع المريخ السوداني وبتزداد صعوبة المباراة في غياب معلول وده من وجهة نظري اهم لاعب في النادي الاهلي ده وجهة نظري انا المتوضعة ان علي معلول هو يظل هو الورقة الربحة وهو مفتاح لاعب النادي الاهلي حتى ولو كان ظهير ايصر طبعا معاه كوكبة من النجوم موجودين في الفرق ولكن انا بشوف ان علي معلول والفرما اللي بيديها مع النادي الاهلي غير ومختلفة تماما بكرا بيغيب عن لقاء المريخ السوداني ولقاء صعب طبعا بكل المقاييس عندك ايمن اشرف ايضا يغيب عن المباراة برضو غياب مؤثر جدا عن النادي الاهلي وليد سليمان مش موجود يعني في اكتر من اسم مهمين جدا حسين الشحات طاهر محمد طاهر السامي مهمة جدا مش تبقى موجودة بكرا في مباراة المريخ السوداني الصعبة واعتقد ان الكابتن رمضان السيد نجمينة الكبير والمدير الفني الكبير والخبير الكبير هيكون متفق معايا في هذا الامر عبر الهاتف يا كابتن رمضان صبع الخير صبع الخير يا احمد ازاي كابتن اخبارك ايه لك وحش يا بكبات بكرا غيابات كتير بس الاهلي طبعا بمن حضر زي ما بيقولوا بس المطش صعب المطش مع المريخ السوداني وانت شاف حسابات المجموعة سنبا التنسي